الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم كلام عن الشعائر الدينية بصورة عامة وليس خاصاً بالشعائر الحسينية الدينية نقطة واحدة مهمة معرفية فيما يرتبط بعامة الشعائر الدينية من الشعائر الحسينية والشعائر الدينية الأخرى هذه النقطة هي نقطة مهمة معرفية أثرها فائدة مهمة فكرية وبتبع هذه الفائدة الفكرية معرفة هذه النقطة المهمة لها آثار عملية في الحياة العائلية وفي الحياة الاجتماعية هناك مشاكل عائلية ومشاكل اجتماعية تحل أو تخفف بسبب معرفة هذه النقطة المهمة في عامة الشعائر الدينية ورغم أن حديثنا ليس خاصا بالشعائر الحسينية المقدسة بل شامل لجميع الشعائر الدينية بما في ذلك الشعائر الحسينية ولكن مدخل حديثنا قبل أن نصل إلى هذه النقطة المعرفية المهمة في الشعائر الدينية مدخل حديثنا من جانب من جوانب الشعائر الحسينية ندخل في هذا الحديث إلى أن نصل إلى نقطة موضوعنا هناك كلمة يرددها البعض وهي أنه الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هكذا يقولون الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لم يستشهد لأجل البكاء والشعائر والتطبير ولبس السواد وغير ذلك إنما إنما استشهد صلوات الله وسلامه عليه من أجل الصلاة وكلمة أخرى تتردد أيضا أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يريد منا أن نبكي وأن نلطم وأن نؤدي هذه الشعائر الحسينية إنما يريد منا الأخلاقيات يريد منا الصلاة هذه الكلمات خصوصا في هذه السنوات الأخيرة في هذا العقد الأخير تتردد بكثرة وبتركيز ومن قبل العديد من الناس والجهات صاروا يقولون هذه الكلمة كأنها عنوان مصوغ يرددونها في الخطب يرددونها في المجالس الحسينية صنعوا لذلك كليبات كثيرة كتبوا ذلك في الكتب بشت الطرق الإعلامية عبر القنوات الفضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع الميديا وغير ذلك صاروا ينشرون هذه الكلمات وأنثالها تركيز عجيب على هذه الكلمات أولا هذه الكلمة مضحكة نوعا ما لأن فيها تناقض واضح الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما استشهد من أجل البكاء واللطم والتطبير إنما استشهد ولم يستشهد من أجل هذه الشعائر إنما استشهد من أجل الصلاة وهل الصلاة إلا جزء من شعائر الدين ما هي الصلاة الصلاة ليست هي من شعائر الدين من الشعائر الدينية الصلاة لها جانب تعليمي لا الصلاة شعار من أهم الشعائر الدينية هي الصلاة الإمام لم يستشهد من أجل الشعائر استشهد من أجل الشعائر من أجل الصلاة إذن من أجل الشعائر أليس هذا تناقضا المشكلة أن البعض بشتى الطرق يحاول أن يضعف نوعاً ما أن يشكل نوعاً ما على هذه الشعائر المقدسة الحسينية وهو لا يلتفت أنه يناقض نفسه في نفس الكلمة ما استشهد من أجل الشعائر بلا استشهد من أجل الشعائر يعني ما ناقض نفسه بعد عشر سنوات وبعد عشرة أشهر وبعد شهر ناقض نفسه في نفس الكلمة ثانياً في أي رواية شريفة في أي حديث شريف ورد أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يريد مننا أن نبكي لا يريد مننا اللاطم لا يريد مننا الشعائر هذا كذب صريح واضح على الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الإمام لا يريد مننا أن نبكي من الذي أمرنا بالبكاء غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الذي أمرنا بهذه الشعائر يأمروننا ولا يريدنا ذلك مننا معقول هذا هذا ليس كذباً على الإمام سيد الشهداء الكذب على إنسان آدي يعتبر من أكابر الذنوب فكيف بالكذب على إمام معصوم هذا يعتبر من أعاظم من أشد الجرائم عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكذب على إمام معصوم الفقهاء الذين أفتوا باستحباب هذه الشعائر المقدسة من أين استفادوا هذا الاستحباب؟ أليس من الروايات الشريفة؟ من كلمات أهل البيت؟ من العشرات من الروايات الشريفة بل من المئات من الروايات الشريفة أهل البيت أمروا كيف لا يريدونها مننا؟ هذا ليس كذباً على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كذب صريح واضح نعم كحسن ظن نريد أن نحسن الظن بهؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات نقول أن هؤلاء قالوا هذه الكلمات من منطلق الجهل جهلهم دعاهم إلى هذا الكذب من منطلق أنهم أصبحوا كلب بغاء يرددون الكلمات التي يسمعونها لا من منطلق الكذب على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كثير من هؤلاء لا يريد أن يكذب على الإمام ولكن أصبح كلب بغاء أصبح يردد ما يسمعه سمع هذه الكلمة هذه الكلمة تعلمون ينشرونها في الإعلام بقوة كثير من الناس طبيعته طبيعة ببغائية طبيعته يتكلم بجهل لا يركز خصوصاً في القضايا التي ترتبط بأهل البيت عليه الصلاة والسلام في الأشياء التي ينسبها الإنسان للإمام المعصوم هذا يحتاج أن يركز الإنسان كثيراً عليه لا يركزه بعض الناس طبيعته هكذا إذا أردنا أن نحسن الظن بهم وبالفعل نحسن الظن بكثير من هؤلاء هؤلاء ما قصدوا الكذب على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هم يكذبون ولكن من دون قصد حالة ببغائية حالة ترديد الكلمات التي يسمعونها بكثرة يتأثرون بهذه الكلمات يرددونها من منطلق الجهل قالوا لا من منطلق الكذب على الإمام عليه الصلاة والسلام ولكن الكلمة كذب كذب صريح على الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولماذا أقول كذب واضح صريح وواضح واضح لكثرة الرواية الشريفة التي تأمر بهذه الشعار المقدس خذ إليك روايات البكاء خذ إليك روايات الجزع خذ إليك روايات الزيارة خذ إليك روايات إظهار الحب لأهل البيت آيات قرآنية ليس فقط روايات شريفة تبين لزوم إما وجوب أو استحباب بدرجات مختلفة إظهار الحب لأهل البيت عليه الصلاة والسلام هذا من الواجبات بعض درجاته من الواجبات بعض درجاته من المستحبات هذه النصوص الشريفة الكثيرة عمرت بماذا إظهار الحبلة سيد الشهداء كيف يكون يكون بالتطبير يكون باللاطم يكون بالبقاء بهذه الشعار وغير ذلك من النصوص الشريفة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ولذا أقول كذب واضح واضح لأن النصوص الشريفة في ذلك كثيرة جدا ليست بالعشرات هي بالمئات ثالثا يقولون الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الصلاة اعتني برواية شريفة في ذلك بنص شريف أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استشهاده كان من أجل الصلاة أنا لا أنكر ليس لي استقراء تام ولكن لا أعرف دليلا شرعيا آية قرآنية رواية شريفة تقول أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الصلاة لا أتذكر إن وجدت علمني لا أنكر لأنني ما استقرأت استقراءا تاما في ذلك ولكن لا أتذكر النصوص الشريفة تقول بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظلالة كما في زيارة الأربعين أما استشهد من أجل الصلاة يوجد نص بهذا المعنى؟ هو أقام الصلاة؟ نعم أشهد أنك قد أقمت الصلاة أما استشهاده كان من أجل الصلاة؟ لا أتذكر لا أنكر ولكن لا أتذكر نصا في ذلك تعرف نصا في ذلك أنت تنسب شيئا مهما جدا في حياة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى زاوية معينة يوجد نص في ذلك أذكر لي تعرفون نصا يبين أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الصلاة؟ استشهاده كان من أجل الصلاة؟ أنا لا أتذكر هذه الكلمة من أين كانت؟ ما هي مصادر هذه الكلمة؟ في النصوص الشريفة طبعا في الآيات القرآنية في الأحاديث الشريفة رابعا قد يقال بأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الدين والصلاة من الدين هذا المعنى أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الدين إجمالا صحيح أؤكد إجمالا صحيح لا تأخذ الكلمة على أطلاقها فيها جوانب ثانية ولكن هذه الكلمة أن الإمام عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الدين إجمالا هذا الكلام صحيح والصلاة جزء من الدين نعم التطوير أيضا جزء من الدين الزيارة أيضا جزء من الدين البكاء على سيد الشهداء أيضا جزء من الدين إقامة المجالس الحسينية أيضا جزء من الدين هو استشهد من أجل الدين الصلاة جزء من الدين فإذن هو استشهد من أجل الصلاة إذن هو استشهد من أجل التطوير أيضا هو استشهد من أجل لبس السواد أيضا لأن هذه أيضا من الدين هذه من أين نلبس السواد لماذا أليس هذا من الدين من الدين هذا إن كان هذا مقصودكم فكل الدين هكذا نعم يلزم أن نقول أن الإمام عليه الصلاة والسلام استشهد من أجل الدين ما هو الدين الدين أمور مرتبة ترتيب أهمية أساس الدين العقيدة ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظلالة الصلاة لا توجب استنقاذ العباد الشعائر عموما طبعا لا توجب مباشرة قصده الصلاة لا ارتباط لها الصلاة شعيرة أعمال معينة أفعال معينة شعيرة من الشعائر الدينية لا ارتباط لها باستنقاذ لا ارتباط مباشرة لها باستنقاذ الناس من الجهالة الصلاة تعلم الناس شيئاً؟ لا مباشرةً؟ لا الشعائر الدينية كلها هكذا الصلاة الصيام الحاج الشعار الحسينية كل الشعائر الدينية لا توجب مباشرةً استنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة هذا أساساً في العقيدة الإمام استشهد من أجل الدين وأهم مبند في الدين العقيدة في مرحلة ثانية وتالية تأتي الشعائر الدينية من الصلاة والصيام والحج والتطبير ولبس السوادي وإقامة المجالس الحسينية ونشر اللافتات السوداء في شعار محرم وغير ذلك في المرتبة التالية الثالثة يأتي الالتزام بالأحكام الإلزامية الأخرى غير الشعائر في المرحلة الرابعة تأتي الأخلاقيات المستحبة وأمثال ذلك الإمام استشهد من أجل هذا المجموع الذي اسمه الدين أليس من المضحك أننا نقول لم يستشهد من أجل الشعائر الحسينية بل استشهد من أجل الأخلاقيات الأخلاقيات متأخرة عن الشعائر الحسينية بمرحلتين الأخلاقيات في المرحلة الرابعة الشعائر الدينية في المرحلة الثانية كأن نقول أن الإمام عليه الصلاة والسلام ما استشهد من أجل العقيدة استشهد من أجل أجل أحكام الثانوية استشد من أجل الدين ولكن الدين ما هو اعرف الدين ليستنقذ عبادك من الجالة هذا أهم شيء في الدين العقيدة وحيرة الظلالة من هو الظال اقرأوا الآية القرآنية غير المغضوب عليهم ولا الظالين من الظالون رواية الشريفة فسرات يريد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أول ما يريد العقيدة في مرحلة تالية يريد الشعائر الصلاة وأنثال الصلاة من الشعار الدينية المقدسة في مرحلة ثالثة يريد الالتزام بالأحكام الواجبة الأحكام الإلزامية من غير الشعار في المرحلة الرابعة الأخلاقية نعم يريدها كلها مننا صلوات الله وسلامه عليه استشهاده للمجموع للكل وهذه مراحل ترتيب هذا الشيء الذي استشهده له إجمالا الأمام سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام خامسا ومن هنا ندخل إلى هذه النقطة المهمة المعرفية التي لها أثر فكري وبالتبع ذلك توجب حل بعض المشاكل العائلية والمشاكل الاجتماعية إخواني هذه النقطة نقطة كما قلت ترتبط بجميع الشعائر الدينية ليست خاصة بالشعائر الحسينية المقدسة هذه النقطة تحتاج إلى شيء من التركيز والالتفات التفتوا الشعائر الدينية بصورة عامة لها جانبان وهذان الجانبان ليسا عرضيين وإنما هما طوليان شيء أهم من شيء شيء قبل شيء كل شعائر الدينية هكذا لها جانبان الجانب الأول أداء الشعيرة الجانب الثاني الارتقاء بالشعيرة نأخذ كمثال بارز للشعائر الدينية الصلاة الصلاة لها جانبان جانب وهو الجانب الأهم في الصلاة وهو الجانب الأساسي في الصلاة وهو الجانب الواجب في الصلاة أداء الصلاة تامة الأجزاء والشراءت هذا هو الجانب الأول والجانب الأهم والجانب الأساسي والجانب الواجب من الصلاة أداء الصلاة أن تصلي صلاة صحيحة بأي صورة بأي صورة يعني ماذا يعني بتوجه أو بلا توجه أهم نقطة في الصلاة أداء الصلاة صليتها بتوجه صليتها بدون توجه أنت أديت الجانب الأهم في الصلاة لو أن شخصاً صلى صلاته تامة الأجزاء والشرائط من دون لحظة توجه إلى الله في الصلاة هذا الشخص قد أدى الجانب الأهم الأساسي الواجب في الصلاة الجانب الثاني الارتقاء بالصلاة أن تكون صلاتي توجب رقي توجب صعودي أن تكون الصلاة بتوجه تكون الصلاة بانقطة هذا الجانب الثاني اتبعي التالي الأقل أهمية البعض يتصور أنه الصلاة من دون توجه لا شيء لا الصلاة من دون توجه شيء له قيمة كبرى لو كان بتوجه فهو أحسن والدليل على ذلك أن هذه الصلاة من دون لحظة توجه حتى يعني يكبر الله أكبر إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كانت عنده لحظة واحدة توجه إلى الله عز وجل لنفرض هذه الصلاة تكون مؤدية للواجب أم لا قطعا تكون مسقطة للتكليف أم لا نعم فالجانب الأساسي في الصلاة نفس الأداء أداء الشعيرة بتوجه أو من دون توجه بعبارة أوضح هناك فوائد الله عز وجل عندما يجعل شيئا واجبا عندما يجعل شيئا مستحبا لماذا يجعل الوجوء؟ لماذا يجعل الاستحباب؟ لعجل فوائد الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد توجد فوائد في هذا العمل الله عز وجل يجعل هذا العمل واجبا أو مستحبا توجد مظار في عمل الله عز وجل يجعل هذا العمل محرما أو مكروها الفائدة الصلاة فيها جانبان الجانب الأول الفائدة العظمى في الصلاة الفائدة الأهم في الصلاة هذه الفائدة تتحقق بمجرد أداء الصلاة تامة الأجزاء والشرائة بتوجه أو بتنتوجه هذه الفائدة الكبرى تتحقق إن أردت أن تحصل على فائدة أكبر من ذلك فليكن توجه ليكن لك توجه في الصلاة فائدة تكون أكبر هذه فائدة أكبر البعض يقول هذه صلاتك لا فائدة فيها هذا خطأ الفائدة الأساسية في هذه الصلاة الفائدة الأساسية ما هي هذه الصلاة تبعدك عن نار جهنم هذه ليست فائدة إن لم يكن للإنسان يتوجه في الصلاة لا يحصل على ثواب ولكن هذه الصلاة تبعده عن نار جهنم نعم تبعده عن نار جهنم الشخص لا يعاقب بسبب تركه للصلاة إذا صلى من دون لحظة التوجه فإذن الصلاة الجانب الأهم فيها أداؤها تامة الأجزاء والشرائط بأي صورة الجانب الثاني وهو الأقل أهمية أن تكون هذه الصلاة موجبة لرقيك تصلي بطريقة ترتقي هذا الجانب الأقل أهمية هذه النقطة التي لا يلتفت إليها لا يعرفها كثير من المؤمنين يحصل خلط بين هذا وذاك هذا الجانب وذاك الجانب خذ إليك الصيام شخص يصوم الصيام فيه جانبا جانب أداؤه تاما جانب آخر ما ورد في الرواية الشريفة العديدة أن الإنسان إذا صام إذا صمت فليصم لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك هذا الجانب الثاني لنفرض شخص صام يعني أمسك عن المفطرات المحددة العشرة عند مجموعة من الفقهاء مثلا أمسك عن هذه المفطرات المعينة من أذان الفجر إلى أذان المغرب وما صام لسانه وما صامت عينه وما صامت يده وما صامت رجله هذا الشخص قد أدى الجانب الأهم الأساسي الواجب في الصيام أدى نعم لا نتصور أنه ما صنع شيئا لا صنع شيئا ولذا الواجب سقط عنه ولذا في يوم القيامة لا يعاقب على ترك الصيام هذا الشخص يقال له ما صمت لا لا يقال له ما صمت أدى الجانب الأهم نعم لو كان الصيام مع صيام اللسان والسمع والبصر واليد والرجل وعمثال ذلك فيكون بدرجة عالى لو أردنا أن نذكر كتقريب طبعا هذا ليس شيئا دقيقا كتقريب ل المسألة لصورة القضية لو أردنا أن نقرب ذلك بلغة الأرقام مثلا مثلا إن أردنا أن نجعل مقدار درجات للشيء الصلاة أداء الصلاة تمت الأجزاء والشرائط هذا له ألف درجة كمثال أقول كمثال وأن تكون الصلاة بتوجه وانقطاع كامل هذا له ثلاثمائة درجة له مائتا درجة مثلا الذي صلى من دون توجه حصل على الألف درجة ما حصل على المائتي درجة على ثلاثمائة درجة على الأربعمائة درجة حصل على فائدة كبرى الفائدة الكبرى إبعاده عن نار جهنم هذا أكبر فائدة نعم أنت تتمكن أن تحصل على ألف وأربعمائة لماذا تحصل على ألف حصل على ألف وأربعمائة والقضية سهلة التوجه ليس شيئا صعبا في الصلاة لماذا تترك هذا الفائد الأخرى الثانوية اللي نسميها نأتي إلى شعار الحسينية هكذا نفس المعادلة الأهم في الشعائر بصورة عامة الشعائر الحسينية المقدسة سائر الشعائر الدينية الأهم فيها أداؤها يقول أنت لبست السواد ولكن أخلاقك ما صارت أخلاق حسينية فليكن المفروض بالمؤمن المتوقع من المؤمن أنه يقتدي في أخلاقه بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولكن إذا ما اقتدى ولا بس السواد صنع شيئا حسنا نعم صنع شيئا حسنا أدى هذه الشعيرة بكى على سيد الشهداء أنت تبكي على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام والعمل الفلاني منك غير صحيح ذاك غير صحيح هذا عمل صحيح أدى هذه الشعيرة نعم أدى هذه الشعيرة حصل على الفائد الكبرى لهذه الشعيرة الحسينية نعم حصل على الفائد أصلا لاحظوا الرواية الشريفة تقول التباكي التباكي يعني ماذا؟ يعني ليس بكاء أصلا دموعه ما جرت يظهر نفسه كأنه بكاء هذا له قيمة الشعار الحسينية أداؤها سواء أوجبت ارتقائك أو ما أوجبت طبعا هي توجب الارتقاء أو ما أوجبت لنفرض هكذا ما أوجبت ارتقائك أداء الشعار الحسينية تجعل علم أسود على باب دارك أيام عشرة هذا له قيمة له قيمة ذاتية هذا الفعل يوجب ارتقائك ما أوجب ارتقائك هذا شيء ثاني من هنا تتضح أخطاء عديدة إلى حد ارتكاب الحرم في بعض كلماتنا التي نقولها أقول لولدي ولدي يصلي بسرعة من دون توجه أقول له صلاتك لا فائدة في هذا كذب صلاة صحيحة من دون لحظة التوجه لا فائدة فيها الفائدة الكبرى في هذه الصلاة كيف تقول له لا فائدة في صلاتك قلت كثير من المؤمنين لا يقصدون الكذب ولكن هذه الكلمة كذب هذه الكلمة خلاف الحقيقي خلاف الواقع امرأة سافرة تصوم نقول لها أنت لا ترعين الحجاب سافرة تصومين صومك لا فائدة فيه كل هذا تركها للحجاب حرام هذا شيء في محله نعم حرام حرام كبير ولكن صيامها لا فائدة فيه إن كان تامل أجزاء والشرائط فصيامها صحيح وصيامها له فائدة هذه الكلمة سمعتموها كثيرا كثيرا حتمة فلان ذهب إلى الحاج رجع ورجع إلى كل الذنوب التي كان يرتكبها من قبل حجه لا فائدة فيه كذب أدى الحاج تامل أجزاء والشرائط نعم حجه صحيح حجه له فائدة نعم له الفائدة الكبرى للحاج الفائدة الكبرى للحاج إسقاطه هذا التكليف هذا حصل نعم المفترض بالمؤمن الفاهم أنت طهرت في الحاج مرة ثانية عفوا أقول هذه الكلمة لأن الذنوب هكذا بالفعل مرة ثانية تقدر نفسك قذارات الذنوب قذارات أو ساخ الذي ينبغي بالمؤمن أنه قبل الحاج بعد الحاج لا يعتكب الذنوب ولكن أن نقول حجك لا فائدة فيه هذا كذب من دون قصد الكذب لا يقصد الإنسان الكذب ولكن هذه الكلمة كذب هذه الكلمة خلاف الواقع الكذب ما هو خلاف الواقع وقص على ذلك بقية الشعار الدينية وقص على ذلك الشعار الحسينية أنت تطبر ولا تفعل الواجب الفلاني تطبيرك لا فائدة فيه كذب تطبيره له فائدة كبيرة كبرى تقيم مجلسا حسينيا عشرين سنة تقيم مجلسا حسينيا خمسين سنة ستين سنة تقيم مجلسا حسينيا وأنت في أخلاقياتك قبل نفس الوضع السابق هذا المجلس الحسيني لا فائدة فيه كذب هذا المجلس الحسيني له فائدة له فائدة كبرى هذه الكلمة أقولها وأختم كلامي هذه الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا به الحديث إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر البعض يفسر هذه الآية المباركة بأنها تتحدث عن الصلاة بالتوجه الصلاة إذا كانت بتوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من أين الآية ما قالت إن الصلاة قد تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية ما ذا قالت قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة طبعا الصلاة يعني الصلاة التامة للأجزاء والشراءات لأن الصلاة بدون الأجزاء والشراءات باطلة لا صلاة هذه ليست صلاة الصلاة بدون وضوء صلاة باطلة يعني لا صلاة هذه ليست صلاة شخصي بدون وضوء يصلي هذه ليست صلاة ما صلى أصلا حتى هذه الصلاة تنهى أو لا تنهى الصلاة أن الصلاة بدون الأجزاء والشرائط هذه ليست صلاة أصلا كلامنا ليس عن هذه الصلاة لا شخص يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط من دون أقول من دون ولنفرض من دون لحظة توجه هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أم لا هذه صلاة أم لا صلاة تسمى صلاة نعم تسمى صلاة لأنها تمثل أجزاء والشراء الآية ماذا قالت قالت إن الصلاة قد تنهى لا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاة التي أستصغرها أنا أقول هذه الصلاة من دون توجه لا فائدة فيها لا قيمة لها الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر طبعا الدرجات مختلفة كما قلت المتوقع من الإنسان المؤمن خصوصا مرة الشخص أول سنة يصلي ثاني سنة يصلي ثالث سنة يصلي أول سنة يطبر ثاني سنة يطبر ثالث سنة يطبر لا بس أما بعد سنوات لا زالت صلاتك بنفس الوضع ليس محبوبا هذا من المؤمن المؤمن يلزم أن يرتقي صلاته تكون مدرج لرقيه تطبيره يكون مدرج لرقيه في مدارج حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام المفروض بالمؤمن المتوقع من المؤمن أنه يرتقي أنا لا أقول أن هذا الشيء ليس متوقعا شخص يصلي عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة ستين سنة على نفس الوضع هذا ليس محبوبا من المؤمن المفروض أن المؤمن يرتقي ولكن أقول لنفره شخص صلى من دون أي توجهه إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر الصلاة تنهى ويؤيد ذلك بل يدل على ذلك بعض الروايات الشريفة أيضا في تفسير هذه الآية المباركة لاحظوا بعض الروايات الشريفة تقول الصلاة عموما تنهى عن الفعشاء والمنكر هي الآية هم هكذا كم من المشاكل العائلية والاجتماعية في الاجتماع الكبير بسبب هذا الخطأ عملك الفلاني لا قيمة له كم من المشاكل بين الأزواج أنتم سمعتم أنا سمعت تعرفون أعرف الزوجة قول لزوجته الزوجة تقول لزوجها تثار مشاكل بسبب هذه الكلمة الخاطئة قيمة الشعائر القيمة الكبرى في جميع الشعائر الدينية بأداء الشعير كيفما كانت والقيمة الثانية أن يرتقي الإنسان المتوقع من المؤمن أن يجعل لبسه للسواد أن يجعل إقامته للمجلس الحسيني أن يجعل مشيه إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يجعل زيارة عاشراء التي يقرأها كل يوم أن يجعل هذه الشعار الحسينية مدرج سلم يرتقي بها في مدارج حب الإمام سيد الشهداء حب الإمام سيد الشهداء موجود في قلوبنا ولكن بدرجة حب الإمام سيد الشهداء الذي هو القيمة الكبرى في حياة البشر بل في حياة الملائكة والجن أيضا القيمة الكبرى في هذا الكون هو حب أهل البيت عليه الصلاة والسلام حب أهل البيت له درجات كثيرة أنا أحب أهل البيت أنا أحب الأمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحبيب كان يحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كم الفرق بين حبي وحبه وسلمان كان يحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كم الفرق بين حبي وحب سلمان كم الفرق بين حبي وحب عبد الله بن أبي يعفور الفرق كبير تهدي الشعار الحسينية ارتق بالشعار الحسينية هذا المحبوب ولكن إن صنع شخص مؤمن شعيرة حسينية أو شعيرة دينية أخرى من دون أن يرتقي بها فقد أدى الشيء الأهم الجانب الأهم في الشعائر الدينية بصورة عامة في الشعار الحسينية بصورة خاصة لازلنا في شهر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي أيامه نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين بحب الله للحسين بحب الحسين لله نسأل الله سبحانه وتعالى بقيمة دم الحسين عنده إلهنا اجعلنا من الحسينيين إلهنا بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زد في قلوبنا حبه زد في قلوبنا بغض عدائه اللهم اجعلنا من خيرة أنصاره اللهم اجعلنا من خلص عبيده اللهم بحق محمد وآل محمد أسألك صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الظاهرين محمد وآله الظاهرين محمد وآله الظاهرين اشتركوا في القناة